الوردة الثانية من باقة ورود الجوري التي يفوح منها عطر علي أذهب بكم إلى سورة المعارج في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعة وما بعدها من الآيات إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم تستمر الآيات إلى أن نصل إلى الآية الثانية والثلاثين بعد البسملة من سورة المعارج والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الآيات التي بعدها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين هم بشهاداتهم قائمون شهادات جمع بالألف والتاء وأقل الجمع ثلاثة فما هي هذه الشهادات الثلاثة التي يكون المصلون قائمين بها والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون ما هي هذه الشهادات هذه الشهادات شهادات ندلي بها في المحاكم مثلا الإنسان ربما يعيش ويموت ولم يكن قد ذهب مرة واحدة كي يدلي بشهادة في محكمة من المحاكم هل هي شهادة لصالح أحد أو ضد أحد في مشكلة اجتماعية هناك من الناس من يعيش ويموت ولم يدخل في مشكلة من مثل هذه المشاكل وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ هذه الصيغة صيغة قائمون جمع لقائم إنها صيغة فاعل وصيغة الفاعل تدل على الحال يعني الحاضر والاستقبال مع استمرار ما بين الحال والاستقبال صيغة فاعل الصرفية هي في نفس قوة معنى الفعل المضارع هذا أمر يعرفه المطلعون على العربية الفعل المضارع يقوم يدل على الحاضر والمستقبل يقوم فلان إنه يقوم الآن ويبدو أن قيامه سيبقى مستمرا وإلا أقول يقوم فلان وبعد ذلك هيقعد إذا كان يقوم ثم يقعد لكن حين أقول يقوم فلان يعني هو الآن في حال قيام والقضية مستمرة لما يأتي من الوقت فحينما نقول والذين هم بشهاداتهم قائمون يعني هم الآن في حال الإدلاء والتصريح والاعتراف بالشهادة ونحن نتحدث عن شهادة الشهادة شيء ملفوظ فهم في هذا الحال يصرحون يعترفون ينطقون بشهاداتهم والقضية مستمرة فهل هذا فهل هذا يعني أنهم من الصباح إلى المساء يشهدون بهذه الشهادات أيا كانت الشهادات أم أن المرادة من أنهم يقومون بهذه الشهادات ويستمرون بالقيام بها في حالة معينة هذه الحالة بيّنتها الآية التي بعدها وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ يُحافِظُونَ على صلواتهم بهذه الحالة وهم يصدرون هذه الشهادات في حال أدائهم للصلاة وحتى إذا أردنا أن نعود إلى بداية الآيات الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ هل المراد من الديمومة هنا في كل ثانية الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ المراد أنهم يقيمون الصلاة في عوقاتها وهم مستمرون على هذا الحال والسياق هو السياق الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ تستمر الآيات والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون فهذه الشهادات ليس لها من تصور إلا في الصلوات لأننا إذا أردنا أن نفهم الشهادات أن المراد من الشهادات في المحاكم فليس من الضرورة أن تجمع والذين هم بالشهادة قائمون لماذا الجمع ثم هل أن الناس من المصلين هم في حالة مستمرة من الإدلاء بشهاداتهم في المحاكم أو في المشاكل العشائرية والعرفية والاجتماعية مثلا والذين هم بشهاداتهم قائمون حتى هذا التعبير قائمون هذا يرجعنا إلى تعبير إقامة الصلاة لأن الصلاة لا تقام إلا بذكر علي قائمون يرجعنا إلى إقامة الصلاة يقيمون الصلاة و ستأتينا ستأتينا الروايات في تفسير إمامنا العسكري معنى أن شخصا أقام الصلاة أنه أقامها بذكر علي صلوات الله وسلامه عليه نحن والآية والذين هم بشهاداتهم قائمون هذا التعبير قائمون إذا أردنا أن نحلله مع كل الشهادات قلنا أقل الجمع ثلاثة قائم بالشهادة رقم واحد قائم بالشهادة رقم اثنين قائم بالشهادة رقم ثلاثة القيام هنا في نفس المستوى فهنا واجب وهنا واجب وهنا واجب فصلاتكم من دون ذكر علي ما هي بصلاة مقامة بالشكل الصحيح إنها باطلة يا أيها الشيعة المغفلون الدخيون المستحمرون من قبل مراجعهم الكرام هذا هو القرآن هل تدبرتم في القرآن في شهر رمضان أم ختمتم القرآن على طريقة المخالفين ووفقا لتفسير مراجع النجف تعسل لكم إذا فعلتم ذلك تعسل لكم لأن ذلك لن يقبل منكم القرآن بتفسير مراجع النجف لن يقبل منكم يكون وبالا عليكم إنه نقض لبيعة الغدير القرآن الذي تقبل قراءته وعبادته حينما يكون مفسرا بتفسير علي فتلك هي بيعة الغدير أما تفسير مراجع النجف فهي ناقضة لبيعة الغدير أنا لا أريد أن أقف عند كل الآيات والذين هم لأماناتهم هذه الأمانات في حديث العترة ليست الأمانات العرفية هذه الأمانات هي جمع لأمانة والأمانة هذه هي إشارة إلى إمامة كل إمام من الأئمة وأما العهد إنه بيعة الغدير وهو في الحقيقة بيعة إمام كل زمان فبيعتنا لعلي في الغدير لا معنى لها من دون بيعتنا لصاحب الأمر بيعة الغدير في هذا الوقت هي مع الحجة ابن الحسن وليست مع أمير المؤمنين فبيعتنا للحجة ابن الحسن هي بيعة لله ولرسوله ولعلي ولفاطمة ولهم جميعا والذين هم لأماناتهم إنها إمامة الأئمة فإمامة رسول الله أمانة في أعناقنا وإمامة علي أمانة في أعناقنا وإمامة فاطمة إنها من أئمة الأئمة لا يضحكون عليكم هؤلاء الأغبياء الذين لا يفقهون شيئا من أي جهة كانوا ومن أي صنف كانوا لا يضحكون عليكم إذا أردتم أن تعرفوا هذه الحقيقة عودوا إلى مجموعة حلقات مفصلة في الحديث عن إمامة فاطمة وبالأدلة القاطعة التي لا يستطيع شيعي إذا ما واجهها أن يرد واحدا منها لا أن يردها كلها أما هؤلاء الأغبياء لا شأن لكم بهم إذا كنتم تريدون سلامة دينكم على الأقل من وجهة نظري والذين هم لأماناتهم هذه الأمانات جمع أمانة والمراد من كل أمانة إمامة إمام منهم صلوات الله عليهم من الأئمة المعصومين الأربعة عشر وأما العهد فهو عهد الغدير الذي لا يتحقق إلا بمعاهدة الحجة بن الحسن والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هذا الإيمان الباطني العقائدي العقلي والقلبي ولكنه ينطلق بالألفاظ أين ينطلق ينطلق في أهم موضع في الصلاة والذين هم بشهاداتهم قائمون فقائمون إذا ما فككناها قائم مع كل شهادة الشهادة الأولى بالتوحيد الثانية بالرسالة الثالثة بالإمامة إن القيام هنا بنفس الدرجة بنفس المستوى فمثلما الشهادة الأولى واجبة الثانية واجبة الثالثة واجبة وإلا أنتم أخبروني أين يتحقق هذا الوصف في حياة الإنسان والذين هم بشهاداتهم قائمون في أي مكان قلت لكم الإنسان يعيش حتى يموت من أول يوم من ولادته إلى يوم مماته وما ذهب إلى محكمة وما شهد لشخص بشيء فأين هذه الشهادات التي يكون دائما وفي حالة استمرار يقوم بها قائمون قائمون تدل على الحال والاستمرار إلى الاستقبال هذه هي العربية أو لا إنا جعلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلون أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء هذه هي الفصحة وهذه هي العربية والذين هم بشهاداتهم قائمون هذا هو قرآن محمد وآل محمد الذي يتعانق مع رواياتهم التي ستأتي لاحظوا كان في نية أن أؤجل قراءتها لكن لأجل التوضيح سأقرأ الرواية الآن هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إنه يفسر لنا الآية السابعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة سأقرأ عليكم الآية السابعة والسبعين بعد البسملة من سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه هي الآية التي يفسرها لنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف في سيد تفسير آل علي وإن قال ما قال عنه أولئك الغبران في النجف ماذا جاء في هذه الآية وأقام الصلاة وآت الزكاة هذه طبعة ذو القرب قموا المقدس في هذا المقطع من الآية وأقام الصلاة ماذا يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وأقام الصلاة قال والبر بر من أقام الصلاة بحدودها باعتبار أن الآية ماذا قالت في سورة البقرة ليس البر أن تول وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من قال كذا فعل كذا ولكن البر من أقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة فلذا إمامنا العسكري يقول في معنى وأقام الصلاة قال والبر بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا باللسان الاعتراف لا يكون بالقلب الاعتراف باللسان معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار وأفضل أهل دار القرار بعد النبي الزكي المختار ماذا تقولون الآن هذا حديث إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف في معنى وأقام الصلاة أقرأ عليكم الرواية مرة ثانية عن إمامنا الحسن العسكري في معنى وأقام الصلاة قال والبر بر من أقام الصلاة إنه البر الذي جاء مذكورا في الآية السابعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة والبر بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا ما هي الصلاة وجه ديننا فكيف لا تكون مجتملة على ذكر علي بنحو اللفظي كيف لا يكون ذلك إننا نشينها رسول الله قال لنا لا تشينوا وجه صلاتكم لكننا نحن نقبح وجه صلاتنا حينما نقول من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة مثل ما يفتي السيستاني وبقية مراجع النجاف والبر بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا اعتراف باللسان بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار وأفضل أهل دار القرار بعد النبي الزكي المختار الرواية واضحة لا بد من الاعتراف بولاية علي في الصلاة والإمام يقول وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا ذاكرا لمحمد وعلي الإيمان إيمان بظاهر وباط والصلاة صلاتنا هي مظهر من مظاهرهم هي ظاهر من ظواهرهم وباطن صلاتنا هي حقيقتهم رمزية تشير إلى مضمون حقيقتهم فلا بد من التطابق بين الظاهر والباطن ومن هنا لا بد من ذكر علي وبنحو صريح وهذه الآية واضحة في هذا والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون قائمون مثل ما يحافظون على صلاتهم مثل ما هم الذين هم على صلاتهم دائمون هذه الشهادات في حالة استمرار هل أنتم تذهبون إلى المحاكم كي تدلوا بشهاداتكم دائما هل أن الآية تتحدث عن هذا المضمون ما الذي دهاكم هذا القرآن واضع صريع وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ كما قال العسكري في تفسيره صلوات الله عليه وعلم أن أكبر حدودها الدخول والخروج من هذه الصلاة الدخول فيها والخروج منها معترفان بفضل محمد وعلي اعتراف إنه لفظ ينطلق من اللسان الآية واضحة صريحة وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ هذه الوردة الثانية من باقة ورود الجور التي سأشدها بخيط من شغاف قلبي وأضعها على عتبة باب فاطمة في نفس المكان الذي وضعوا الحطمة وأحرقوه ألا لعنة الله عليهم وسود الله وجوه مراجع النجا الذين أنا لا أتحدث عن الجميع الذين يدافعون عن قتلة فاطمة من المراجع الأحياء أو الأموات سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة لأنهم ضحكوا علينا ضحكوا علينا وأعطونا ديناً مشوهاً ترجمة نانسي قنقر